حيث تنطلق اليوم مرحلة الحصر الرسمية التي تقوم بها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشرقة والتي تشمل جميع المباني وخصائصها بهدف توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية في إمارة الشرقة انطلقت مرحلة الحصر الرسمية التي قامت بها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والتي تعتبر تحضيرا لمرحلة العد الفعلي للسكان في ديسمبر المقبل أهمية التعداد إن شاء الله ستكون في استفادة مباشرة وغير مباشرة لجميع فئات المجتمع نحن في هذا التعداد ما نتكلم عن المواطنين فقط نتكلم عن المواطنين والمقيمين وأيضا نتكلم عن المباني ومكوناتها الواقعة على إمارة الشرقة إن شاء الله هذا التعداد سيفيدهم أيضا في التوزيع الأمثل لهذه الخدمات وهذه المباني على أراضي إمارة الشرقة وتبدأ الزيارات الميدانية للمباني والمساكنة والمنشآت في الإمارة التي يتم التركيز فيها على جمع المعلومات الأولية لها كما ستواصل فرق التعداد يوميا عملية حصر لكافة المنشآت المتواجدة في إمارة الشرقة والمقرر اختتامها في العشرين من نوفمبر المقبل تم تقسيم المناطق في إمارة الشارجة لعدة أقسام بحيث أنه وصلنا لأصغر توزيع له المربع فكل المراقب الأخوان موجودين هنا راح يستلمون أجهزة آيباد تم تحميل البيانات هذه مسبقة لهم فكل شخص راح يعرف في الضبط أي منطقة راح يبتدي فيه ومتى بيخلص تقريبا وطبيعة المنطقة السكانية تدشين مرحلة الحصر لتعداد الشارقة 2015 يعد من أهم وأكبر العمليات الإحصائية التي تقوم بها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة وذلك لشمولية بياناته التي ترصد مختلف مكونات المجتمع من أسر وأفراد ومباني ومنشآت يأتي تعداد الشارقة لعام 2015 ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في جمع البيانات الإحصائية الدقيقة حول جميع الأوضاع في الإمارة وذلك في سبيل تحقيق التطور الكبير لها لأخبار الدار هنا أظهور إمارة الشارقة شكرا